الشيء اللي فقدته بالحرب وممكن انه عيد تدويره أبداً هو الوقت طبعاً واضح أنا زهراء من اللعدئية ساكنة بريف اللعدئية وهي مدينة اسمها الحفة خريجت كلية التربية عندي شوية هكا مواهب وهيوايات مثل الرسم عندي مواهبات الخياطة إعادة تدوير الأشياء تصليح كانت هاي الأشياء كتير بسيطة يعني صار فيه تحديد أنه نحن نطلع من مدينتنا ومن بيتنا بأي لحظة وفعلاً هذا اللي صار مثل ما بيقولوا الواحد هرب من الموت فعلياً نحن هربنا من الموت يعني تكتير مرحلة حستعصة بالنسبة لي أنا كزهراء من بين كل أفراد عائلتي لأني أنا هون كنت طالعة على سنة البوكالورية قولت أني أنا آخذ قرار اللي بعمري ما لعز أني آخره اللي هو أني أنا أتخلق عن طموحي مبدئياً وبعرف شو بعدين رح يصير بس تخليت عنه فعلياً يمكن خير يعني أعتقد هلأ أنا عم بكتشف أنه هاد الشي كان خير لإلي وقررت خلص أني أنا بتخل أي شي بيطلع لي المهم أني أنا أطلع بشهادة جامعية يعني شو ما كنت أعطي أقررت أني أنا استثمر شي من هدو المواهب اللي أنا بعرف أعمله بأني أنا أطلع دخل يعني دخل خاص فيني لإلي أنا أدعم حالي بالجامعة أو حتى يعني بحياتي مثل أي صبية وفعلاً أول مشروع كان بسيط كثير لإلي بلش بـ 3500 لارة سورية هيدا الحقي كان بالـ 2017 وكمان كانوا يعني أخذتهم الزيادة عن مصروفي فينا نعتبرهم دين يعني أنا اعتبرتهم دين وفعلاً رجعتهم 3500 لارة نزلت اشتريت فيهم المواد الأساسية للإكسسوارات عملت صبحها على الفيسبوك سميتها معتق وبلشت هنا أنا أعمل إكسسوارات بنات كان طابع إلا إلا هو الفيروزي يعني هو اللون الفيروزي يجوا لعنا على البيت يسألونا إنه شو هاد وكيف صانعينه إنه قطعة كثير مميزة حتى ما موجود مننا بسطوء فصرت أحكي لهم القصة يعني أنه أنا عملتها كذا 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 فصاروا يطلبوا مني إنه نحنا كمان بدنا هيك عنا كمان غراض فينا كتير جاي تعملي لنا ياها قدتوا بالحرب وما ممكن إنه عيد تدوير وأبداً هو الوقت الوقت اللي راح مني هاد الشي اللي أنا عم حققه هلأ كان ممكن اللي أنا حققه بسنتين أنا أخذ معي سبع أو تنين سنين